السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسازتنا لفاضل إيه الأخبار عاملينيه كله كويس بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض آخر جزء لنا في محاضرة النهاردة وهنتكلم مع بعض على عمليتين Perform Quantitative Risk Analysis و Plan Risk Response وكده نبقى إن شاء الله تعالى في نهاية السيشن خلصنا الخمس عمليات الخاصة بال Planning وهيتبقى لنا عمليتين فقط هنخليها بإذن الله تعالى مع محاضرة البروكورمينت غدا إن شاء الله تعالى طيب بـ Reform Quantitative Risk Analysis من اسمها إلا أنا هعمل تحليل كمي للمخاطر وهنا هيظهر معنا بقى الجزء الخاص بالCalculations عندي Expected Mount Revalued EMV بيبقى عليها بعض الأسئلة في الامتحانات وما تلغبطش ما بين ال-EVM وال-EMV دي حاجة ودي حاجة ال-EVM اللي احنا قلنا عليها Earned Value Management والExpected Mount Revalued EMV ففي فرق ما بين ال-EVM وال-EMV طيب المدخلاتنا عندي عندي Risk Management Plan Scope Baseline Schedule Baseline Cost Baseline كل دول خدناهم عندي Project Documents Assumption Local Basis of Estimates Cost Estimates Cost Forecast Duration Estimates زي ما انت شايفين ال-Eastimate نفسه بيبقى مع ريسك يعني لما انت عملت Cost Estimates ما ممكن ال-Eastimate ده يتحقق أو ما يتحققش وبتالي كل estimate كنا احنا عاملينه صغيره في ال-Cost أو في ال-Duration أو حتى في ال-Resource Requirements وصاده ريسك فاحنا مثلا كنا عاملين Cost Estimates ال-Project هتكلف مثلا مليون جنيه ممكن يتكلف أكتر أو أقل عاملين مثلا estimate ال-Duration 6 شهور المشروع ممكن أكتر أو أقل عاملين estimate مثلا محتاج كمية معاينة من ال-Resources ممكن أحتاج أكتر أو أقل وهكذا فأي estimate أصاده ريسك أي Assumption أصاده ريسك فزين ما حضراتكم شايفين بيكلم على ال-AssAss Additional Log بيكلم على الباسيس وفاستيميت وكمان داخل معايا وكمان داخل معاي وفاستور والإ S&P والإ Idle F و الأب كل المدخلات خد لها تبقى المخرجات بنعمل updates للدوكمن زي ما شرحنا من ضمنها risk report طيب حلو قوي الطويل والtechniques متحتاج أن نركز فيها عشان في حاجات أول مرة نسمعانا فالasper Sverigement شرحناها حكم الخبراء بعض مع الـ Subject Matter Expert ويعلمني زي يعمل Quantitative Risk Analysis في حالة اللي أنا ما عرفش بجمع معلومات من خلال Interviews ماشي Interpersonal Team Scales Facilitation ماشي Representation of Uncertainty دي جديدة علينا Data Analysis Simulation Sinistivity Analysis Influence Diagram Decision Tree كل دول جداد علينا فركزوا معايا في الأجزاء الجديدة علينا من أول هنا كل ده ما خدناهوش قبل كده فده خاص به Quantitative Risk Analysis وما درسناهوش قبل كده Influence Diagram اتكلمنا عنه في Data Collection يعني Collect Requirements يعني بس هنعيدها تاني بس البقائين دول ما سمعناهوش قبل كده أو ما خدناهوش سابقا طيب ممتاز ده زي ما حضراتكم شايفين Data Flow Diagram طبعا بيوضح المدخلات والمخرجات وكلمنا عنها بالتفصيل وتعلمناها ودي ال-inputs كلمنا عنها بالتفصيل طيب نركز بقى الحاجات الجديدة علينا Representation of Uncertainty Representation of Uncertainty This May Take Several Forms Triangle Normal Log Normal Beta Uniform And Screen Distribution لما بنتكلم على الجزء اللي خاص به الكوان Quantitative Risk Analysis يبقى على طول وانت مغمط عندي Probability Distribution Functions Probability Distribution Functions بندرسها بالتفصيل في الإحصاء وعليها مسائل تفصيل في كورس ال-RBM يعني احنا مش هندخل في تفاصيلها دلوقتي ولكن اللي فيكو هيكمل وياخد RBM اللي هي Risk Management Professional أو اللي فيكو في المستقبل هياخد كورسات إحصاء فالإحصاء بالتفصيل بيبقى فيها جزء من الإحصاء اسمها الاحتمالات Probability فبنتكلم على Probability من شقين من شق Discrete Probability ومن شق الجزء الخاص بالContinuous Probability فبنتطلع بأكتر من دايرة أو أكتر من دلة فعندي فيه Probability Distribution Functions في منها أنواع مختلفة زي التريانجلر النورمل اللوج نورمل البيتا اليونيفورم وغيرها هرسم لكم بس أشكالها بس أنت مش مطالب بكل الكلام دا يعني أنت الكلام دا مش مطالب به في كورس البي 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 ولكن بصفة عامة التريانجل كان بعمل آآ مسلس بالشكل دا فممكن يكون فيه عندي Distribution Function عبارة عن مسلس بالشكل دا على سبيل المثال يعني دا النوع الأولاني طب النوع التاني ممكن يكون عندي فيه Normal Distribution في صورة Curve Curve بالشكل دا بنسميه بالكيرف بالشكل دا والكيرف دا ممكن يبقى سكويد ناحية اليمين أو ناحية الشمال ففيه عندي فيه Right Squid وفيه عندي Left Squid أو انحراف ناحية اليمين والشمال أو فيه عندي Normal Distribution اللي احنا ساعات بنسميه جاوسي وساعات بنسميه Normal Distribution زي ما نشايفين فيه عندي برضو الـ Uniform بيبقى بالشكل دا بيبقى عندي بالشكل دا فده بنسميه Uniform Uniform Distribution بيبقى بالشكل دا معايا يعني التفاصيل دي مش مهمة قويبة لكن زي ما قلت لكم في الاحصاء الحاجات دي بندرسها بالتفصيل يعني الزمل اللي هيدرسوا احصاء بندرس بالتفصيل ونورمال والبيتا طبعا فيه حاجة اسمها بواصة يعني نصد فيه حاجات كتيرة بندرسها في كورسات الاحصاء لو حضراتكم يعني درستوا احصاء أو حتدرسوا احصاء في يوم الايام بنتكلم الكلام دا بالتفصيل ولكن من وجهة نظر البي ام بي يعني للمعلومية فقط نعرف ان فيه انواع مختلفة بنبين بها Uncertainty من ضمنها Triangular والنورمال واللوج نورمال وهكذا طيب ايه بقى Tools والTechniques Simulation وال Influence Diagram Influence Diagram زي الرسمة دي الرسمة دي بيبين لك مين بيأثر على مين كلمة Influence يعني التأثير فعلى سبيل المثال ممكن ريسك يحصل على سبيل المثال يأثر على البروجيكت يأثر على الديليفرابل يأثر على احد الاكتيفيتز او ممكن البروجيكت يأثر على البروجيكت اكتيفتي او يأثر على فهنا بنحط الريسك و بنحط الحاجات اللي ممكن يحصل على تأثير بنرسمها في صورة الدياجرام الدياجرام ده بيسميه Influence Diagram فإنفلونس دياجرام Display A Decision Problem With Nodes Representing The Decision The Objective Chance Variables General Variables And The Influence Of Each On Each Other يعني مين بيأثر على مين على سبيل المثال فالرسمة دي لو أنتم فاكرين احنا تكلمنا عنها في الCollect Requirements وجاء مرة تانية اتكلم على نفس الرسمة من وجهة نظر الRisk Analysis او Quantitative Risk Analysis طيب آخر عمليتين Simulation والTornado كلمة Simulation معناها محاكاة محاكاة كلمة Simulator يعني انت ممكن مثلا يعني تفاكرين زي مثلا الVR بتاع الVirtual Reality فبيعملك Simulation كأنك داخل مثلا لعبة معينة او كأنك مثلا موجود في مكان معين فبيعملك Simulation فكلمة Simulation معناها محاكاة طيب من وجهة نظر الBMP اشهر تكنيك بنستخدمه في Simulation تكنيك اسمه Monte Carlo Monte Carlo Analysis برضو انت مش مطلوب منك تعرف Monte Carlo شغال ازاي ولكن مطلوب منك تفهم الDefenition بتاع Monte Carlo Analysis Monte Carlo اولا دي اسم مدينة في ايطاليا بتشتهر بلعب الامار فهم خدوا خدوا الاسم بتاع المدينة وحطاها على التكنيك اللي اسمه Monte Carlo Analysis ليه عشان الموضوع بيعتمد اكتر على ال ال تعرفين لعبة الستميشن بتاعت كوتشينا فهو معتمد اساسا على فكر الستميشن ولكن فيه softwares بتعمل simulation وفيه softwares شغالة Monte Carlo Analysis برضو احنا مش داخلين في التفاصيل التفاصيل دي كلها في كورس الRMB مش في كورس الBMP طبعا انا محتاج افهم ايه في الحاجات دي اولا ان بعارفين الkeywords فهو الBMP بيلعب بkeywords مثلا لو قال لك simulation وعندك اربع اختيارات وانت مغمط اختار كلمة Monte Carlo Analysis عشان كلمة Monte Carlo يعني الkeyword بتاعت simulation فسواء قال لك simulation او قال لك Monte Carlo الاثنين زي بعض زي ما قلنا مثلا وقلنا او اشي كاوا زي ما قلنا مثلا ان على سبيل مثال ممكن نعمله عن طريق او ممكن نعمله عن طريق على سبيل مثال فاللي انا قصده ان هو بيلعب بالkeywords فهمنا فالkeywords اللي هو بيلعب بيها لازم نبقى احنا فهمنا فزي ما كنا مثلا بنقول لانا عايز اعمل compression للبرنامج الزمني فقلنا حاجتين الفاست track او crashing فقلنا الفاست track لو انت بتعمل حاجات على التوازي el crashing لو انت adding new resources فadding new resources بيزود cost والبرالل بيزود risk هي نفس فسيميوليشن بتكافئ مونت كارلو تكنيك طب يعني سيميوليشن 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 بيزود بيزود بروجيك ريسك and other sources of uncertainty to evaluate their potential impact of achieving on achieving project objectives بريفور من يوزن مونت كارلو أنالس نبص مع بعض الرسم الرسمة دي موجودة في الكتاب على سبيل مثال الرسمة دي عبارة عن S-curve S-curve حرف S أو مبين لك cumulative cost أو التكاليف الإجمالية للمشروع في صورة S-curve وعندك برضو scale خاص بي cumulative probability سواء اللي على يدك اليمين أو اللي على يدك الشمال اللي تموم اسموم cumulative probability فبص معي السؤال بيجي زي في الامتحان وهقول لك بتجاوب ازاي اولا الكيرف ده مش هطاعة بترسمه من غير software يعني انت مش هيتطلب منك في الامتحان اللي انت ترسم الكيرف ده بيتطلب في قصة تانية بس ما مش هيتطلب منك انت في فرسمة الكيرف دي نفسها مش هترسمها ولكن هجيلك في في الامتحان طب انت كل اللي مطلوب منك ايه هتبص على الرسمة وتشتغل من خلال الارز اللي موجودة يعني مثلا لو قالك بنسبة 85% المشروع هيتكلف كام فهتروح انت ماشي 85% تتقطع مع كيرف تنزل تحت هتقول لي بيتكلف تقريبا 2.45.000 من مية عرفت منين من الرقم اللي ظهر لك ده او العكس لو انا عايز احقق تكاليف المشروع 2.10.000 بنسبة قد ايه تروح طالع كده وتمشي كده بنسبة 23% تقريبا يبقى انا ممكن انا سألك سؤال في الامتحان السؤال ده اقول لك مسلا بنسبة 80% المشروع هيكلف كم هتروح انت ماشي خط كده على الرسمة هتتقطع مع كيرف تروح نازل تحت تقريبا بنسبة 2.4.000 طب مسلا بنسبة اه 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 اتنين مليون وتلتمية الف هيكلف يعني بتكلفة 2.000.000 وتلتمية الف نسبة تنفيذ المشروع كم في المية هتروح انت طالع كده وتروح ماشي كده تقريبا 50% فالسؤال هيجي لك كده في الامتحان يا اما اسألك على كي وورد يا اما اديك رسمة زي كده وتفضل ماشي مع الخطوط واضح يا شباب مسألة تفهج جدا وسهج جدا ما في هاش حاجة يبقى السيميوليشن كله انا عايزك تفهمه يا اما اديك رسمة وتمشي بالخطوط يا اما العب الكيوورد اقول لك سيميوليشن تقول لي منتقر اقول لك منتقر تقول لي سيميوليشن بمنطقة البساطة الرسمة بتترسم ازاي محتاجة بريمافيرا سوفتوير او تكنيك مش من ضمن الكورس بتاع البي ام بي من ضمن الكورس بتاع الار ام بي فمش مهم قوي بتعمل الرسمة دي ازاي يعني ده مش مش يعني جزء على البي ام بي مين عنده سؤال يا شباب اللي عنده سؤال يسأل واضحة المونت كارلو الاناليسز حد عنده مشكلة في المونت كارلو طيب ممتاز ندخل على اللي بعدها كويس برضو نفس القص تورنيدو اناليسز مش مهم او التفاصيل ولكن كلمة تورنيدو معناه اعصار تعرفين الاعصار فالاوتبوت بتاع التورنيدو دي اجرام زي ما انتشافين عاجة عاملة زي الاعصار كده طب التورنيدو بنسميه بنسميه سينستيفي اناليسز فبردو زي ما احنا قلنا يبقى لو انا قلتلك سيميوليشن هتقول لي مونتكار لوًتلك مونتكار هتقول لي نفس القص لو��تلك تحليل الحساسية هتقول لي تورنيدو دي اجرام لو جبتلك سؤال تورنيدو دي اجرام عبارة عن انهي طول هتقول لي زي ما احنا قلنا مونتكار سيميوليشن منتكار تورنيدو اناليسز سينستيف او السينستيف تورنيدو اناليسز الاتنين بيكافوا با طيب هو هنا بيعمل ايه هل بستو تترميل which individual project risk or other sources of uncertainty have the most potential impact on project outcomes انا عندي دلوقتي مجموعة من الرسكس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ولكن كل رسك من دول تأثيره غير التاني في بعض الرسكس لو حصلت حيبت تأثيرها positive وفي بعض الرسكس لو حصلت حيبت تأثيرها negative وكمان الـ value او القيمة بتاعة الـ impact ممكن تبقى زي كده مثلا وليكن مثلا 0.5 او اكتر او ممكن تبقى كده مثلا 0.1 او 0.1 ونص او 0.2 او كزا فهو اللي بيحصل ايه بمنطقة البساطة اللي هو عنده list of risks بيعمل لها sorting descending تنازلي وكمان ما ينساش الاشارة يعني الـ positive بيبقى ناحية اليمين والـ negative ناحية الشمال وبنتبها تنازلي descending فبيطلع لك الشكل ده اللي هو عامل زي الاعصار برضو مش مهم قوي الشكل ده جمنين مش مهم التفاصيل ولكن تبقى انت طبعا ده كل ده RMB في مادة risk management professional بس انا كل اللي انا عايزه تفهمه ان الرزق ده بتاعته اعلى من ده وده تأثيره اعلى من ده وده تأثير ما يواضح ايه من شكل فانا ممكن اجيب لك سؤال في الامتحان اقارن مثلا بين الاكتيفتي دي والاكتيفتي دي اقول لك انهي بتاعته اعلى من الرسمة البار بتاعته اطول يبقى ده بتاعته اعلى او بتاعته اقوى فهمنا؟ واضحة فده اللي انا عايزكوا تعرفوه فبالنسبة للرسمة دي مين اعلى تأثير اول واحد عشان ده اطول بار منطقة البساطة طيب الرسمة دي كانت ازاي مش مهم مش مهم في كورس الB&B واضحة؟ يبقى تاني السؤال هيجيلك ازاي في الامتحان يا اما يلعب بالالفاظ يطلب منك يكتب لك sinistivity analysis وتحتها كذا حاجة فهنختار التورنيدو او لو كتب لك التورنيدو كذا حاجة هنختار السنistivity يبقى بيلعب بالالفاظ الkeywords يقيم ما يجيب لك رسمة زي دي ويسألك مين البوتنشال ريسك هتاخد اطول واحد او لو اقول لك مين اقلهم تأثيرا هتاخد اصغر واحد او لو قال لك مين اقلهم تأثيرا positive هناخد اثر واحد يمين لو قال لك اقلهم تأثيرا negative هناخد اصغر واحد شمال او اكترهم negative اكترهم negative يبقى اطول واحد شمال اطولهم positive اطول واحد يمين فهمنا اللعب كله بالشكل ده وسهلة وهيفة ومجرد النظر هتاخد تجيب الايجابة واضحة شباب اللي فيها بقى شغل اللي جاية هي دي بقى اللي فيها مسائل فدي لي محتاجة تركيز اللي فات دول تلاعب بالالفاظ او بمجرد النظر بتجيب الايجابة من على الرسمة زي ما احنا شفنا معاك اللي عنده سؤال يسأل مين عنده سؤال يا شباب واضحة دنيا طيب ركزوا بقى معي في الجزء ده ده بقى اللي فيه مسائل دي نوع تالت خالص برضو اللي عليها امثالة كتيرا في الاحصال بس احنا مش هندخل في التفاصيل الاحصائية هقول لكم برضو التاكتكس اللي احنا بنحل بيها المسألة decision tree analysis used to support selection of the best of several alternative courses of action عبارة عن ايه؟ عبارة عن طول بنستخدمها عشان اختار احد الخيارات يعني مثلا في المثال بتاعنا المثال ده موجود في الكتاب برضو بيقول لك build or upgrade انا عندي فيه راجل مستثمر عنده مصنع بغض النظر بينك تجي ايه مش فارق معايا ولكن قدامه two scenarios يا اما يbuild مصنع جديد يا اما يupgrade المصنع اللي عنده ننتخيل مثلا عنده مصنع مكارونا ونتخيل ان المصنع ده التكنولوجي بتاعته قديمة نسبية فقدامه حاجة من الاتنين يا اما يبني مصنع جديد يا اما يحدث المصنع اللي عنده ننتخيل مثلا يبني مصنع جديد وقال ليه يكون يعمل مصنع صلصة حاجة ملاش علاقة بالمكارونا او هيعمل upgrade للمصنع اللي عنده بحيث يطور المصنع ويزود امكانيات وهكذا فهو الراجل محتار ابني مصنع ولا طور اللي عندي طبعا لو احنا ابنتشحك كده بالبق مش هفت حله لازم بقى فيه ارقام فهو ميديك شوية معطيات في المسألة حلها هو شخصيا الراجل حلها فقال لك ايه قال لك لو انا حابني مصنع جديد حيبقى فيه تكلفة 120 مليون وبنسبة 60% حبيع على strong demand 200 مليون وبنسبة 40% حيبقى weak demand وحبيع بتسعين مليون لو انا عملت upgrade للمصنع بنسبة 60% حيبقى فيه strong demand وحبيع ب120 مليون وبنسبة 40% حيبقى فيه weak demand وحبيع ب60 مليون يعني demand يعني العرض طيب هو بيحسبها ازاي نتخلل اللي كان فيه دراسة سوق marketing research وهي اللي طلعت له الارقام دي والنسب دي يعني مش مهم من النسب جات من اين ومش مهم من الارقام جات من اين المسألة بيجي لك اصلا given الارقام يعني مش انت اللي بتحسب 60% ولا اللي انت بتحسب الارقام دي هي بيجي لك given في المسألة انت دورك شوية المعلومات given تخطها على الرسمة وهتحل زي ما انا حوريك طيب بلغة البزنس انا عندي ارادات ومصروفات نتخيل انا عملت capital expenditure عملت مصاريف تأسيس ب120 مليون وانا برضو عملت مصاريف تأسيس ب50 مليون طيب نمسك بقى كل يعني فرع من فروع الشجرة نتكلم عنه اعتبر ان دي شجرة ناخد كل فرع من فروع الشجرة نتكلم عنه طيب نتخيل مثلا ان انت هنا بعت ب200 مليون واسست ب120 مليون يبقى 200 ناقص 120 يبقى انت كسبت 80 نتخيل هنا ان انت بعت ب90 مليون واسست ب120 مليون يبقى 90 ناقص 120 بسالب 30 مليون نتخيل هنا ان انت بعت ب120 مليون واسست ب50 مليون يبقى 120 ناقص 50 70 نتخيل هنا ان انت اسست ب50 وبيعت ب60 يبقى 60 ناقص 50 10 حلوى وهنعمل بقى المعادلة اللي انا حولها لكم دي ان بتساوي البروبابيليتي في الامباكت الاكسبيكتد ناو انتري فاليو بتساوي السمشن او مجموع البروبابيليتي في الامباكت لكل نود لكل نود البروبابيليتي في الامباكت طيب نبص مع بعض نمسك بقى سيناريو سيناريو يعني هنا لازم تحلها سيناريو سيناريو هنمسك السيناريو الاولاني اهو ادي السيناريو الاولاني ده ده السيناريو الاولاني اللي عن الشغل عليه السيناريو الاولاني اللي هو حيبني مصدع فانا عندي بنسبة ادي البروبابيلتي بنسبة 60% حكسب 80 مليون او قاسف حبيع حكسب 80 مليون وبنسبة 40% حخسر 30 مليون دم ديجي نعملها calculation يبقى 60% في 80 زائد 40% في سالب 30 يطلع لك الرقم ده 60% في 80 مليون زائد 40% في 30 مليون حسب المعادلة دي يطلع لك سالب 36 مليون طيب ناخد اللي بعديه السيناريو التاني اهو بصوا معي على السيناريو التاني بنسبة 60% حكسب 70 مليون وبنسبة 40% حكسب 10 مليون يلا نضربها مع بعض اهو هنيجي مع بعض نضرب نضرب 60% في 70 مليون زائد 40% في 10 مليون الرقم بتقيم 46 مليون طب انت لو ما كان الراجل ده ده راجل مستثمر يعني عايز يعظم من مكسبه السيناريو الاولاني طبقا للمعادلات هيكسبه 36 مليون السيناريو التاني هيكسبه 46 مليون اخترقني واحد ها اخترقني واحد اكيد لو بالزبط هو ده اللي احنا هنتكلم عنه يبقى انا عندي من وجهة ناظر يعني صاحب بعد ما عملنا ده هيكسبني 36 مليون وده هيكسبني 46 مليون انا راجل مستثمر انا عايز احط جنيه رجع لي عشرة فطبقا هيختار السيناريو التاني اللي هو اللي انا هأبجريد البلانت بتاعي تاني المسألة بيجي لك كده في الامتحان انت بيبعندك اختيارين مش عارف تمشي مين ولا تمشي شمال ف لو انا بتكلم على الاراضات باختار رقم الاعلى لو انا بتكلم على المصروفات اختار رقم الاقل بالعقل والمنطق انت ده وقت هتختار قرار فالقرار ده عبارة عن ايه انت عايز تعظم الربحية او عايز تقلل المصاريف فهياني فهنا على سبيل المثال احنا بنتكلم على المكسب فمن وجهة نظر الارقام الاختيار الاولاني هكسبوا 36 مليون الاختيار التاني هكسبوا 46 مليون فطبقا هيختار الاختيار التاني اللي هو هيكسبه 46 مليون فده ليه عشان انا بتكلم على الارباح طب العكس بقى نبص على السيناريو اللي بعدين. فاهمين بس المسألة دي? حد عنده مشكلة في المسألة دي قبل ندخل المسألة التانية? تمام يا دكتور. تمام? ممتاز. ندخل على المسألة التانية. المسألة التانية بقى بيتكلم على الخسائر. فطبيعي لو انت بتكلم على الخسائر اختار الرقم الاعلى والرقم الاقل. انا عندي فيه سيناريو سيناريو هحيخصرني مثلا الف جنيه وسيناريو هحيخصرني خمس تلاف جنيه. اختار اني سيناريو? واضحة? الالف جنيه. الالف بالضبط. فدي نفس القصة. هي هي بالضبط. ولكن مسألة تانية بيقولك دلوقتي. يعني ايه كلام ده? يعني بقولك منطقة البساطة. الشركة عنداته اوبشنز. اللي انا اعمل بروتوطايب او ما اعملش البروتوطايب. طب لو عملت البروتوطايب البروتوطايب نفسه النموذج الاولي هيكلفني 200 الف دولار. ندخل مثلا انت بتبني فيلا. فانت قبل ما تبني الفلا بتعمل ماكت. والماكت ده بتعرضه على العميل. والله لو موافق هتعمل الفلا. لو مش موافق مش هتعمل الفلا وهتعدل في الماكت. فهو الماكت في حد ذاته هيكلفك فلوس. فهنا بيقولك لو انت عملت البروتوطايب بتاع البروتوطايب هيكلفك 200 الف دولار. ماشي. بس بنسبة 35 في المية هتفشل وده هيأثر على المشروع ب120 الف. والنسبة التانية اللي هي العكس بقى خمسة وستين في المية هتنجح وبالتالي ما فيش تأثير. ممتاز. العكس بقى لو ما عملتش البروتوطايب. السيتاب كوست زيرو انت ما عملش بروتوطايب. ولكن نسبة الفليار هتبقى سبعين في المية وهتكلفك ربعمائة وخمسين الف. ده لو انت فشلت. طيب لو انت نجحت مش هتتكلف حاجة. حلو قوي. نحسبها ازاي? زي ما احنا قلنا بالزبط. هنمسك تو برانش نتكلم عن كل برانش لوحده. يعني نتكلم على كل فرع لوحده. فهنمسك السيناريو الاولاني لو عملت البروتوطايب. ادي السيناريو الاولاني اللي هو ده. لو عملت البروتوطايب. فلو عملت البروتوطايب التكاليف اللي هتحملها? هتحمل متين الف. اهي. زائد خمسة وتلاتين في المية في مية وعشرين الف. يبقى التكلفة الاجمالية هتكون كام? هتكون بالشكلة ده. متين الف زائد خمسة وتلاتين في المية في المية وعشرين الف. خمسة وتلاتين في المية في المية وعشرين الف. تلقى اتنين واربعين الف. فحجمع اتنين واربعين الف زائد متين الف. يبقى اللي انا هتكلفه كام? متين اتلين واربعين اهو ده اللي انا هتكلفه في حالة عمل البروتوطايب طب لو ما عملتش بروتوطايب بصوا معايه لو ما عملتش بروتوطايب نشوف ايه التكاليف اللي هتكلفها لو ما عملتش البروتوطايب اولا مش هيكلفك ستب فخلاص هنا زيره بس عندك بنسبة سبعين في المية المشروح هيفشل ولو فشل هيكلفك ربعمائة وخمسين الف فهنضرب سبعين في المية في ربعمائة وخمسين الف هتلاقي التكاليف كم؟ تلتمائة وخمستاشر طب اختر اني اعمل بروتوطايب ولا ما عملش هاي شباب اعمل بروتوطايب ولا ما عملش المسألة دي اعمل بروتوطايب برافو عليكم ايبا اعمل بروتوطايب عشان اقلل الخسائر برافو عليكم طي المسألة بيجي لك كده في الامتحان انت قدامك تنزيشن تمشي يمين ولا شمال وبالتالي بتعمل اناليسز ليه اليمين وبتعمل اناليسز الشمال المعادلة بتاعتك البروبابلتي في الامباكت هي دي اللي احنا استخدمناها البروبابلتي في الامباكت طيب لو انت بتتكلم على ارادات عايز اعظم الارادات لو انت بتتكلم على ارباح عايز اعظم الارباح وبالتالي زي المثال ده كان عندي 2 scenarios الاولانها هيكسبني 46 والتاني 46 واربعين. اخترت الرقم الاعلى. طب العكس لو انا بتكلم على مصروفات بختار اللي يقلل المصروفات. فلو عندي هنا ده يعني هيخصرني متين اتنين واربعين الف صورة مصروف. وده هيخصرني تلتمية وخمستاشر الف فطب هينا اختار السيناريو الاولاني عشان هيخصرني اقل. واضحة? بس. لازم تجي لك مسألة على الحتة دي في الامتحان. هي سهلة جدا بس يعني لازم نشرحها بيجي على ايه مسألة في الامتحان. طيب يبقى هنخلص بقى يبقى ايه الاوتبوت اللي عندي زي ما اتفقنا بقى عمل اوب ديت للدوكومنس المختلفة. البروجيك دوكومنس اوب ديت. سواء بقى بتكلم على الريسك ريجستر او الريسك ريبورت. بس بنتيجة الاسيسمنت اللي انا عملته يعني. ندخل على اخر عملية. حد عنده سؤال? طيب اخر عملية سهلة وبسيطة. انا دهاتي بقى بديتكلم على الريسك ريسبونس. كل اللي فات ده انا لسه ما اقولتش الريسبونس. انا انا عملت ايه? عشان بس نمسك الحدودة من الاول. انا في الاول عملت بلان اه ريسك مانجمينت طلعت بريسك مانجمينت بلان. بعد كده عرفت وطلعت بيه الريسك ريجستر. بعد كده عملت اه قلت الريسك هاي وميديا مولو والامباكت بتاعه هاي وميديا مولو. عملت كوانتيتيتف طلعت شوية ارقام بدلا ما كنت شغال هاي وميديا مولو. اجي هنا بقيتكلم عن يعني لو الريسك هتعمل معه ازاي? لو الريسك هتعمل معه ازاي? هو ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ودي اخر اه يعني جزء وان شاء الله تعالى هنكمل بكرة المحاضرة بتاعتها. برضو الريسورس مالجمينت بلان الخدناهم كلها خدناها. ما فيهاش حاجة والايف والاوب ايه. ما فيش قوت بتواضح فزي ما انتم شايفين انا بعمل update للdocument. وبعمل update للبلان. ومي بياخد change request اذا لازم الامر. عايز مسلا ازود البودجت بتاعت على سبيل المسال بتاعت مسلا الريسك اه 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 اناليسي. الريسك فاندنج. فانا عايز اخد change request عشان ازود البودجت بتاعت risk فانا محتاج في بعض الاوقات اعمل change request. التولز والتكنيكس. اكس بر اهم بقى اه اه اه. تو طولز وتكنيكس. الاتنين دول. strategies for threats و strategies for alternatives. وباي الحاجات اخدناها. اللي هل هي ويه ويه يعني خدناها. ويه زيازة اللي هنقولها وباقي اللي حاجات دي خدناها حدناها خدناها. ركزوا معي بقى في الاتنين دول. دول ما اخدناهمش ومهمين جدا وبيجا عليهم قسعنا في الامتحان. الاتنين دول. طيب ممتاز بالعقل والمنطق لو انا عندي من مصلحتي اللي انا ابعده عني. طب لو ما عرفتش ابعده عني من مصلحتي اللي انا اقلل تأثيره. طب لو ما عرفتش اقلل تأثيره من مصلحتي اللي انا اه يعني اخلي فلوس على جنب او اه يعني اعمله لحد غيري. طب ما عرفتش خلاص بقى. فركزوا معي. لو انا عندي عندي تهديد. تهديد احتمال يحصل. والله لو انت ما عندكش خبرة كافية ممكن تعمل اللي فوقيك واللي فوقيك ياخد قرار. فبيقولك بيقولك بعيد عن نطاق المشروع. معايا? يعني ممكن يكون المشروع اه او الريسك برا لسكوب بتاع المشروع بس انت مش عارف تاخد قرار. فساعدة هتعمل اسكليشن. اسكليشن زي بزبط خدمة العملة ما بتعمل. يعني خدمة العمل احيانا بيبعندها اجابة انا مسلا باتصل بخدمة العملة بتاعتي ايه داتا او لا انا عندي مشكلة في كزا. فممكن هي تصلح لك تحلي لك المشكلة. ده باية لو مش عارفة تحلي لك المشكلة. ممكن تعمل اسكليشن لحد غيرها. فهي نفس القصة كلمة اسكليشن انت بتعمل اسكليشن. طيب ما عملناش اسكليشن فيه افويدانس. افويدانس اللي انت تتجنب الريسك. اتجنب الريسك ازاي? ممكن يجونا عندي مسلا المشروع في حتة كده في الاسكوب. انا عارف ان الحتة دي هتعمل لي مشاكل. فانا ممكن اطلع الحتة دي من الاسكوب. معايا? يعني فيه معينة. فيه معينة. فيه معينة. فيه حتة معينة. ممكن اعمل لها اوتسورسنج. ده با انت عملت لها اوتسورسنج ليه? عشان تعارف انت لو شلت الحتة دي وعملتها هتعمل لك مشكلة. فانت تأفويد الريسك طلعتها من الاسكوب. بيحصل. يبقى when the project team acts to eliminate the threat or protect the project from its impact appropriate for high priority risks with a high probability of occurrence and a large negative impact. طب ما عرفت سعمل avoidance؟ ندخل على ترانسفير. ارمي الرزق على حد تاني. شيفتنج اونرشيب اف اثريت تو اثيرد بارتي. زي مثلا مثال شركات التأمين. هو انا ليه بأمن على الشركة بتاعتي ضد حرائق? عشان لا قدر الله لا قدر الله لو حصل حريقة مين اللي يشيل تكلفة الاصلاح? شركة التأمين. انت ليه بتعمل تأمين على ذلتك او على شقتك او على نفسك او على اولادك او ليه بتعمل تأمين? عشان لا قدر الله لو حصل اي مكروه? شركة التأمين يا لتعوضك. يبقى انت كده عملت ايه? ثروينج زمانكي. حدفت الارد على حد تاني. بسمية ترانسفير. فترانسفير شيفتنج اونرشيب اف اثريت تو اثيرد بارتي تو مانج زي ريسك. طيب ما عملناش ترانسفير متيجيشن. متيجيشن احنا زينا نقلل الرسك. متيجيشن اكشن استيكن تو ريديوس. يعني اما نقلل البروبابيليتي اوف اكيرانس. اند اور امباكت اوف ثريت. يبقى اما نقلل البروبابيليتي لو عرفنا. يعني الامباكت لو عرفنا. اخر حاجة بقى اللي هو نتبره بقى خلاص قضاء الله هيحصل. فده اللي احنا بسميه بقى اللي هو الرياكتف بقى السلبي. خلاص بقى حقبة يعني حقبة للريسك وخلاص. مفيش حاجة في ايدي اعملها. وحتى الاكسبت قسمناها الحاجتين. ري اكتف وبرو اكتف. فبرو اكتف اللي انت بتاكسبت الرسك بس انت راكم فلوس على جنب احتياطي. ري اكتف اللي انت بتاكسبت الرسك من غير ما تكون معك فلوس عشان يعني تتعامل مع الرسك. معي? زي بالضبط كده انا عارف ان هيحصل مشكلة بس انا ماخدش اي اجراءات احترازية. بس ده طبعا ده negative attitude يعني ده لا يحبز. بس احيانا بيبغز من عنك. انت مفيش حاجة في ايدك تعملها. فخلاص بقى. زي ما المركب تودييني يعني بالبلدي كده. ولكن زي ما بتاك ده بسميه reactive. لو انت عايز تبقى يعني acceptance ولكن proactive. اركن فلوس على جنب احتياطي عشان لو حصل الرسك. ساعتها نبتدي بقى نطلع من reserve اللي احتياطي ونصرف على الرسك ده. طب ده لو هو negative risk. البوزيتف رسك عكسه. انا عندي دلوقتي risk positive. عكس اللي احنا قلناه. فيه اتنين مشتركين. ايه هما اللي اتنين المشتركين? الاسكليت والأكسبت. الاتنين ده المشتركين. اسكليت واكسبت. معي في الكل. اهي. هنا اسكليت واكسبت. هنا برضو اسكليت واكسبت. يبقى دايما الاسكليت والأكسبت. معك فيه البوزيتف risk والnegative risk. الفرق بقى في التلاتة التانين. هنا كنت بتقول انا عايز اتجنب الرسك. هنا العكس بتاعها exploit exploit. exploit انت عايز تتأكد ان الرسك ده هيحصل. معي? انت عايز تتأكد ان بتاعت الرسك هتوصل مية في المية. انت نفسك الرسك يحصل. دي فانت عايز تقتنسها. معي? طيب. طب بعد كده. الترانسفير. عكسه مين? عكسه الشير. انا مثلا فيه مناقصة بخمسين مليون. انا معيش فلوس اللي عشرين مليون. بس انا مش عايز المناقصة تضيع مني. فانا ممكن ادخل شريك مع حد تاني ونعمل consortium او نعمل التحالف. وناخد المناقصة دي وننفز احنا اللي اتنين مع بعض. فحنا عملنا ايه? share opportunity. دي بتحصل كتير على فكرة فيه شركات المقاولات. فممكن تلاقي مسلا حد يشتري قطعة الارض. وحد مسلا ينفز المباني. ونعمل sharing مع بعض فيه الارباح والمصاريف. على سبيل المثال. فبنعمل sharing. فsharing معناه ايه? فيه opportunity انا مش قادر اخدها لوحتي. بس انا مش عايز اضيعها مني. فانا ممكن اجيب حد معايا وندخل احنا اللي اتنين sharing ونقتنس opportunity دي مع بعض. ونقسمها بنا على حسب كل واحد تعبه ومجهوده ويه الفلوس الضخاف لopportunity واكذا. طيب enhance. enhance عكس mitigate. mitigate action is taken to reduce the probability of occurrence and or impact. دي العكس بتاحها بقى. action used to increase. بدل reduce increase. the probability and or impact of an opportunity. وacceptance خلاص بقى بنوافع على opportunity يعني. ممتاز. الcontingence صرحناها. طب لو انت بتعمل مع overall project risk هي اياه بالضبط. لو هو negative هيبقى avoidance. لو positive هيبقى exploit. لو عايز نعمل transfer لو negative. share لو positive. mitigate لو negative. enhance لو positive. accept. يبقى overall risk زي وزي individual risk. وزي ما اتفعنا data analysis. طب ايه الoutboot اللي عندي? زي ما اقول لكم عنديش outboot واضح. الا change request وupdate على plan وupdate على الدكم. بكده انا بخلصنا مع بعض العمليات الخاصة بالplan. عارفنا مع بعض plan آآ آآ ريسك مانجمينت. طلعنا بريسك مانجمينت بلان. طلعنا بعد كده identify risk register. عملنا qualitative and quantitative analysis. وفي الاخر plan risk response. وعملنا update زي ما قلت لحضراتكم. ينقصنا عمليتين. implement risk response. ومنوت الريسك. هناخدها بكرا ان شاء الله تعالى مع البروكيورمت. واضح يا شباب? طيب استودعكم الله نتقبل الاخير. بكرا ان شاء الله تعالى نتخلص الريسك ونكمل البروكيورمت. واللي عنده اي سؤال يبعت لنا على الواتساب. وبإذن الله تعالى نرد عليكم من خلال الواتساب. شكرا جزيلا لحضراتكم ونتقبل على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.